الله والله 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 أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا تمجهنا واستشفعنا وتغسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا تغجهنا واستشفعنا وتغسلناها بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا رجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا يا سيدتنا ومولاتنا إنا تغجهنا وستشفعنا وتغسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا تغجهنا وستشفعنا وتغسلناها بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا تغجهنا إنا تغجهنا واستشفعنا وتغسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجيهان يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا تغجهنا واستشفعنا وتغسلنا بك إلى الله بك إلى الله وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا إنا تغجهنا وستشفعنا وتغسلنا وتغسلنا بك إلى الله وقدمنا وقدمناك بين يداي حاجاتنا يا جعفر عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفرين أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علی بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجباد ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علی بن محمد أيها الهاد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر أيها القائم المنتظر المجدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا اشفع لنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله اے میرے مولا امام زمانا اے میرے مولا آپ کو آپ کی جد حسین غریب کا پرسا پیچھ کرتے ہیں میرے مولا کس کس کا پرسا پیچھ کرے ہیں آپ کی بارگاہ میں اے عزیز زہرا اے قاسمِ گل بدل کے پاما لاش کے ٹکڑوں کا پرسا اے میرے مولا کیا علی اکبر کے زخمی سینے کا پرسا قبول کروگے مولا اے مولا ایک بڑھا باپ جوا کے لاشے پر آیا اے سینے میں برچی کا پل ٹوٹا ہوا ہے میرا حسین غریب ہو گیا اے آقا کس کس کا پرسا پیچھ کروں مولا کیا باز کے کٹے ہوئے بازوں کا پرسا کیا علی اصغر کے ننے گلے پر سے شعبہ تیر کا پرسا یا میرے مولا سکینہ کے جلتے کرتے کا پرسا اے یا ان تماشوں کا پرسا یا ان چھینی ہوئی گوشواروں کا پرسا اے اکانوں کی ان کٹی ہوئی لوہوں کا پرسا جن سے خون جاری تھا یا ان چادروں کا پرسا کہ جو سروں سے چھینی جاتی رہی اے میرے مولا امام زمانہ ارے جلتے ہوئے خیموں کا پرسا قبول کرو اے میری شہزادی انہی جلتے ہوئے خیموں سے ارے پشت زعیف پر ارے جناب سید سجاد کو لے کر آتی رہی یا پھر ان سروں کا پرسا کہ جنہیں کٹے جانے کے بعد نوکے نیزہ پر اٹھا دیا گیا یا پھر میرے مولا ارے اس ایک سر کا واسطہ اس ایک سر کا پرسا کہ جسے نوکے نیزہ پر بلند نہ کیا گیا اب آس کا سر ہے ارے جب بھی نوکے نیزہ پر اٹھایا جاتا تھا کہ جو نوکے نیزہ سے گر جاتا تھا ارے لئینوں نے ایک رسی سے باندھا اور اسے باندھ کر گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا سارے راستے کربلا سے کوفا کوفا سے شام سر ابا تکرا ترغا زخمی ہو ترغا آلہ ولعنت اللہ علیالقوم الظالمین واسعلم اللذین ظلموا آلہ محمدین ایم قلب انقلبون فرمردگارہ ہماری عبادت قومی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما مومنین کی تمام جائز شرعی حجات کو روا فرما امام زمان علیہ السلام کی ظهور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انك انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعالی الطیبين الطاہرین